مع بداية فصل الشتاء وارتفاع حجم الطلب على المحروقات خاصة السولار والغاز أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس تنفيذ حملة للتحقق من عدادات صهاريج توزيع الغاز المنزلي المسال وخلال الحملة التي تشمل جميع المحافظات فسيتم التحقق من استوانة الغاز المنزلي وعدادات مضخات الوقود لدى المحطات والصهاريج إضافة إلى التحقق من جودة المحروقات ومطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية المديرة العامة للمؤسسة المهندسة عبير الزهير قالت في بيان صحفي أن الجولات التفتيشية أسفرت عن إغلاق خمس محطات وحجز خمسة صهاريج مخالفة وتحويل وكالة غاز إثر كشف تلاعبها بالأوزان للقضاء